مستفيد ايه من هذا الطالب؟ انا مستفيد ايه هقول لحضرتك احنا اتعلمنا كلنا ان اختلاف الثقافات واختلاف والتنوع الثقافي ده بيسري من الفكر وطريقة الحوار وتقبل الآخر وده موجود مثلا على سبيل المنسال في انجلترا وفي امريكا في مناهج الطلاب في المدارس من صغرهم بيتعلموا ازاي يتقبلوا الثقافات الاخرى وزاي يبقى معاهم مالتي ناشنال ناشنالتز في الكلاس الواحد يعني جنسيات مختلفة من دول مختلف في الفصل الواحد ده بيغير في طريقة التفكير وبستريها وبيخليها دايما متفتحة ودايما فيري فليكسبول مارينة ودايما يعني بتستوعب الاختلافات كلها وهم عندهم عملية الاندماج مع الطلبة عندهم عملية الاندماج مع الطلبة ولادنا بالضبط فولدنا بقى لما يكونوا في وسط كل هذه الحضارات وطبعا احنا بنظم مرتقات ثقافية طول العام وبنفرج يعني بنعمل تبادل ثقافي وحضاري بين المصريين والوفدين من مختلف الأجناس دي يعني إثراء للفكر وإسراء للمعلومات وإسراء للثقافة وتقبل الآخر وحب للعالم وحب إن احنا كلنا واحد ده هو الفايدة الفايدة التانية بقولها طبعا بيقولوا كده مصر يعني دايما أرض مديهفة دايما أرض الكرم يعني حتى لو بيجي لي أحد الطلاب الفكراء اللي ما بيقدروش أن هم يدفعوا تويش انفيز وبيدخل على منها يا أهلا وسهلا أنا عارف إن احنا بنتكفل بدأ طبعا يا أهلا وسهلا ليه لإن أنت برضو بتقدم في الأول وفي الآخر تعليم وإديوكيشن بتوفروا فرؤول بتقدر طبعا بتعمل كوت علشان خاطر ده ما يبقاش عبق على الدولة وبتبقى حاجة مهمة جدا إن إحنا بيبقى لها نظام وسيستم سنوي ووفقا لخطة الدولة مش بقول بقى يعني خطة صغيرة لا خطة الدولة في علاقتها الدولية بتتغير الخطة دي سنويا فيه أعداد المنح وتبقى لتارجد جروب تحامين وهكذا ده موجود في كل الدول مش عند مصري بسا حجز اللغة عامل إيه طبعا الانجج باريور ده طبعا حجز اللغة ده موجود بالذات للدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية والناطقة باللغة الفرنسية وعلشان كده أنشأ معالي وزير التعليم العالي العام الماضي افتتح مركز الثقافة المصري لتعليم اللغة العربية الجميل بقى السنة دي أنه إدى معالي تعليماته لكل المكاتب الثقافية في الخارج لتدريس اللغة العربية والترويج لمبادرة إدرس في مصر إذن اللغة العربية ده جزء من المبادرة اللي انطلقت من سنة طبعا فكل سنة بنعمل تطوير المهمة قوي طيب إحنا الطالب بالوافد بيجي ناطق باللغة الإنجليزية الفرنسية أهلا بيك سنة كاملة تتعلم لغة العربية فور فري في المركز اللغة العربية علشان تقدر تروح للسوبر ماركت تروح تتعامل مع الشرع المصري تعيش تعيش الجمال بتاع الحياة المصرية والأحياء الشعبية الجميلة بتاعتها الحياة الخبرة الحياتية في مصري يعني صعب قوي تتكرر في دولة تانية حاجة جميلة وكلها وكلها تحديات وكلها جمال وكلها طعم تاني يعني الطالبة الوافدين كلهم يحبوا قوي يجوا مصر كل سنة بعد التخرج عشان يتفسحوا عشان يعيشوا فترة بس في وسط المصريين شكرا